حرية الصحافة القانون الغائب في قامس الميليشيات الإنقلابية التي جعلت أولى مهامها السهداف الإعلاميين وقتلهم واعتقالهم لأنهم يقومون بنقل الحقيقة واضحة كما تبدو وهذا ما أوضحته بعض الإحصائيات أغلقت ميليشيات الحذي وصالح منذ بداية اقتحام صنعاء تسع قنوات فضائية كما أغلقت ثمانية وثلاثين صحيفة وكذلك حقب أكثر من ستة وثمانين موقع إلكتروني وكذلك إغلاق ثمان منظمات حقوقية وكذلك أكثر من ثمان إذاعات مسموعة هنا وفي مدينة تعز وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وتخليدا لشهداء الكلمة والصورة أحيى إعلاميون أربعينية الشهيد الإعلامي محمد اليمني والذي استشهد أثناء آداء واجبه الإعلامي في الجهة الغربية للمدينة نحن نحيي هذه الذكرى في ظل عام يعني يعد هو الأسوأ في تاريخ الصحافة بالنسبة للصحفيين في اليمن وبالنسبة للصحفيين في تايز هي مأساة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى الصحفيون تعرضوا لمضايقات وقبل المضايقات اختطاف بالإضافة إلى الاختطاف قنص وقتل وتشريد واستخدموا كدرع بشرية هؤلاء هم مشروعهم الظلامي يريدون أن يعملوا كل ما يريدون في الظلام يسعى الإعلاميون من خلال هذا الإحياء إلى إيصال الرسالة للعالم في اليوم العالمي لحرية الصحافة بأنهم ماضون في نقل الحقيقة مهما كانت الصعوبات والتضحيات لأجل ذلك بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة يحيي هؤلاء أربعينية الشهيد محمد اليمني الإعلامي الذي دفع ثمن نقل الحقيقة حياته عمز أميل قناة بالقيس تعيز ترجمة نانسي قنقر